موسيقى 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 ماذا صرت؟ يلا يلا أنا عمتك و جاي اوكي حبيبي أنا عين مريسي ناترك ايه عين مريسي صرت يلا يلا لكي هجيب اعوي و جاي لعبك يلا ناترك يلا باي الحلقة اليوم غير عن كل الحلقات سمعت كتير اخبار شفت كتير صور مرينا بظروف كتير صعبة و ناعتنا تجي بس بأول فرصة لقيت حالي هون بلبنان اليوم ما عم فتش على المطاعم ببيروت المطاعم نفسه هي اللي عم تفتش علي عم تفتش علي كل لبناني مخترب مثلي يجي يوقف حده مشاريع الشباب اللبنانية يلي فتحت مطاعم وبعدها مقامني بلبنان بعدها مقامني انه هيدا الأرض اللي عمر ألاف سنين واللي شهدت كتير حروب شعبة بعمره ما مات ولما كان كل ما عم بيموت عم يرجع يقوم يوقف يكمل ويقامن انه إرادة الحياة أقوى من كل شي حلقة بيروت حلقة لبنان كتير محمص عايشكم هيدا اللحظات من أرض الواقع أول مرة ببلد الأم جاهزين؟ لنفعله أهلا أهلا صباحوا حبيبي مشتعين مرسي حزار هولا ديسة الحقون فنجان القهوة ثلاث تلاف ثلاث تلاف ست تلاف انت عيام ماخر مرة جيت لهون يمكن كان حقون ألف الفنجان سبعمية وخمسين ما طيب لك شو هانا عمل؟ شو هاناكل؟ طبعا نعم شو نناكل هنا يص السؤال رح شو نروح نعود غير بناكل؟ أكل وزعز اليوم طب يال؟ يال؟ حلا انت عادة بفرنسا تروح بتجارب أكل لبناني طبيع انت مش جاية تجارب أكل لبناني مش هالك طبعا أصلاً تكون عم تعم تتعام مع حرام مع الأكل اللي هوني تكون عم تنظلوا من اللي هوني أصلاً مين جاية عالبنان ليجارب الأكل اللي هوني إذا طيب فبقى تقد إذا نحنا بدنا بتعرفوا وينما كان لحتى تشوف إذا بلبنان ببيروت تحديداً انت حبيته أو لا بتقدم بيسيك نجارب بيرجر في كزا محال كتير طيبين بيرجر جوينت ببيروت نا واحد منهم لنروح أقوم انت عدي جوعان بسايرك هي بعرفها بسايرك جوعان خلاص اعتبر ايه؟ كلهم بكتاكل ولا حبة بطاطا رحيب أبقى أتلك بسايرة بنشو بنساير بعد جاهز؟ شالنش بيرجر؟ خلاص يلا شليح بيرجر يلا روح شكراً 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 حلو سويس بطل؟ هو أساساً ما أنه it's not a burger place هو a steakhouse فعلياً البرجر عنده من بين العطيب بيروت عن جد طيبة على فكرة وهي ايه الكلاسيك بيرجر أنا جعل يلا تفضل صلب الموضوع دغري؟ صلب الموضوع شو عم تعمل؟ قص البيرجر بالنسبة لي أنا البيرجر الحب من اللمسي الأولى جعل؟ رائق رائق الخبز لما تمسكها هايك فيها 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 عشق جاهز؟ يلا روح بيرجر اللحمة ستيكhouse عجاد رائع البرجر شغل ثاني احنا عجاد الخبزة واللحمة البان طري بتسفراش منها مش مقرق ده مش طرية زيادة عبتفرط بتحس بطروطها لما تنتر البرجر كتير سامل يعني أنا فان إذا بدك أكتر لبرجر تكون عن جد كلاسيك هاي ما يكون فيها مئة مليون شغله بيع طعمة البرجر أنا بدي حس بالبرجر بدي حس باللحمة عم تحكي عن خبزة عم تحكي عن لحمة معمولة هون الفات فيها على قد يعني بالمبدأ الفات لازم يكون بالنسبة لي أنا لو تطلع جوسي غطلع فيها طعمة اللحمة اللي أنا بدي لازم تكون بين العشين وثلاثين بالمئة فات صايبينة حبيت؟ بيري جود بيرجر بعدك بأول طريق بكير بعد يلا جاهز؟ نعم شكرا 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 نفسي أنه ما هعمل الحالة فيجب align مش هادحك عليهم بس، بما أن انت اصلاً بتجرب أكل لبناني وهلأ كسرت هيدا الريت النبyd ان Deaf بأنوا من تعمل غير شيء كمان حتى لو مش فيغم فيك بس ، اعتقد أوÖ هي دهن أبينا مثل برجر أو... بس هي باستوى كاشو كاجو بالعربي انا جربوا يجالسون وكل واحدة ينكسر يتعرف مختارة ما عادوا شو من يعملوا فيها فحطوا ببيرجر اوكي التانية هي معمولة من مشلوم انا كيف مشلوم بيرجر اعتبر ايه بس مشلوم بلا بيرجر بس مشلوم بيرجر بس مشلوم بيرجر بس بس مشلوم بيرجر ايه بس انا I have a feeling انو it will be good. لك شو رايك مصر بيرجر بقى بدك انا اسمن عندك انت لا انت يالك تعيتك بقى تشلني اسباي بس نقص البرجر تلبل اعراس فضل حس عم باكل يعني الطعم ان ازا حالا كان عم يقصد يجيب الجبنة جابة كتير طائبة خفيفة البريوش طرية هلا انا رح دق تعيتك لذاتها قبل شو امتى طعمة المشلوم كتير موجودة بقلبها الصلاة عم يعطيها هاي دي بقلب السندويش فريشنس بقلبها كلمال اقصر شوية طعمة المشلوم بنظري انا طيبة للي حدا بحب كتير المشلوم بالنسبة الي انا شخصيا حبيت كتير 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 الكاجو فضل عادة البرجر بتكون اقل سوس من غيرها هاي دي بالنسبة الي باست ومش ندمان انا عم باكل فيجا ازا بدا يكون صريح نحنا المحلات اللي عم يجي عليها يمكن في ناس كتير بلبنان بطلت قادرة تتحمل هاي دي الكلفة انا ما عم اقول انه انا بدا هاي المحلات تصير بس للي جاي من برا هو بس كان افوض انه يجي عليها انا عم اقول ايكوناميكلي انا اذا بجي من برا بتاع ادفاع مصاري هون دي ويل سيركوليت بالايكونامي هون وانت حترجع اتساعد الفكرة الاساسية اصلا من يمكن من اليوم اللي احنا هون هي فكرة انه هاي دي مشاريع لبنانية يعني هاي دي شباب لبنانية امنت بهذا البلد بعدها ماشي بهذا البلد وهذا المحل متلقنا لأمر قبل شوية فتح بسبعتعاش تشرين شوفوا قدا هدا الشخص مقامن بالبلد رغم كل المشاكل اللي صارت انا هون اليوم باكل ولا ادعم ولا ساعد ولا اقول حتى للناس اللي ممكن بلبنان اذا قادرة تجي تاكل مرة مش عم قولي يجي كاليوم اذا اساسا انا بدي حط اسعار ما يقدر يدفعها الا اللي جاية من برا اساسا ما بكمل لانه بنتر هيدا وما بيجي واللي هون ما بيقدر يدفعه وانا بسكر انه ليك ما فيجن تعملو فيه هيك تقولوني الله حال خلوني ااكل لحمي بس انه حتى ما كذب كمان لا احباتي لا طيب من بعد ما اكتشفت الفيجن بلبنان عم حطه على البروغرام طبعه يمكن كل اسبوع او اسبوعين بباري بدل ما نروح نأكل لحمة نأكل الفيجن هالو هالو لايك لايك انا مع عرامي لحزة هحطك لاود سبيكر شو يا مان هاي هالو مبقبطش شو مان طيب يلا يلا لايك لقيني بروم كان يالو Thiago شبه عالو لييت acting حبيبي كله زمان زمان وهيدا لي شو ضعفان ااااا قبل بها اا يالا هائلة طيب بقى كلنا جوعنا مش اكلين شين احنا بقى بروز طعنا فيغان هلا هون مش فيغان ثلاثة ألماية اللحمة مختلفين يعني في عنا بايكن شيز بيرجر بيف شيز وكمان فرايد أونيون وأكيد وفي عندك تيكين مع تيز دبت بحاني موسترد خلييني نفوت طلب الموضوع باعتقد انه كاريم رح يكلني يعني اليوم بعد ما اكلنا تجيز لا 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 اكلنا لحن كذا ما اكلنا فكين نحن هون عنا هاني موسترد عنا خاص عنا قطعة تجيز بنادورة مايونيز يمكن وليل تدر مش براسس تيز اه اوكي اوكي يال واو واو فيها سوسز فيها بالانس مطلوب بقلب البيرجر الخبزة طرية صايبين على الأرض حتى الخضر اللي فيها كتير لدقين على هاي البيرجر للتجاج صعب لأنه عنده ثلاث سررات بدي يسيبها أول شي للتجاج لما بدي يقريه لازم يخليه يستوي من جوه بدون ما ينشف ويضل كرنشي بس تشالنجين يعملها بحيث تكنس بطلع كمان كرنشي ماما مبنى ناشفة وعن تقرش براو شابو اللي بعضو يالا اللي بعضو يالا بعدنا مع العين بعدنا مع العين في شي فيه بايكن في شي مع كاراميلايز بأونيون صح لك كبلايت كشجر كستيل هيك خشب وكزا حيث حالي عن جد بسان ميشيل ببريج ما احنا هنقوم مارم خايف بس عميشيل سوبر جوسي اه تاز طيبي بس فيها هاي بسامة طيبي لحم غار تعمي السويت تبع الكاراميلايز اونيون هي هاي دي السرب اعتقد بس لانه عم بحطوه للبايكن عم بتتعدلها من كل المحلات اللي قطعنا عليهم اللي هلأ وحتى بكل محل كزا شوها بعد ما فيه اتنان طلعوا مثل بعض لا اكيد هاي ده الحلو فيها طعمة ما عارفت شو هي بتشبح الزنجبيل اذا سألتوا طلع صح شو منربح يربح شوارمة شو بحب شوارمة الخبز الطريية ومميزة عن غيرها بريوش هي اكتر من مش الخبز البريوش هي بريوش بتصور فيها حليب طيب مناس بلا البرجر جايد 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 بلاشت حثك خلف انت فخر يعني اشبعت بصراحة انا ما بشبع أخسرتك اني جعان بس عميخوفني راعي هي جايد جاعان كثير من الفرنسوس لا 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 حلا كجوع برجر خلاص دأنا تسعة نوع برجر لا بتظهر من البيت وبترجع بلا ما كون عكاها لتشوارما لكن انت فهمين عليا طب انت في محل بعض هنا محل اقون اندام شوارما اشو شوش جمال ما حقیت يا حيات انت بالنسبة لك دني شوارمة المجرة 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 يعني المجرة بشوارمة مية بالمية طيب لك عنجر انسى الوراق شوف هيدا الصغير شوف معشوق صغير مهضوم شو بدك اداها القد صغير اداها القد مهضوم شو بيعمل معجزات بالتم لما تقرس يعني اذا البيرجر هي من اللمس الاولى هاي دي هيك من النظرة ومن التأمل الاول ما بدي تبرك طولنا قل قبل بتبرك في حب عيونه في الغرام المستحيل يعني انا جاد فيش يضاحي الشوارمة كمامة من بعد الشوارمة بلشنا حبيبي وتحية للعراق وللأردن وللبدك ايه حسنا للعراق وبيروت وسوريا يعني شو بدي لكم هيدي بيروت هيدي جو بيروت بلشنا الحلقة الساحة 11 الصبح اكلنا بيرجر 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 ونهاينا بالمعشوق الصغير نهاينا بالشوارمة دهاينا بهالاجواء الحلوى مع الاصحاب بقلكن وين ما رحنا ما في شي بنقدر نحس فيه متل ما منحس ببيروت متل مع شوقتك انتو عم تكده ببيروت مية بالمية صحتان هيدي بيروت هي اجواء بيروت هيدا لبنان اول حلقة من لبنان بلشت 11 صبح بيمار مخايل وعلى الععين المريسة عم تخلص بالحمرة عند بربا ان شاء الله تكونوا مبسطتوا بالحلقة ان شاء الله تكونوا حبيتوا الحلقة ان شاء الله تكونوا مبسطتوا مع الجاز طبعا كانوا كتير مهضومين اليوم كارم وبلال شكرا لكم كتير شبعت شبعت يعني ممكن نهيبك نافي عالطريق نحن رحيين نصح هاي للتحلاي نعمل حلقة التحلاية ببيروت او بلبنان بشكل عام نعمل جولة عالمناطق عشوف روح عالجنوب نطلع عشمال شباب ومشوفكم حلقة تاني يلا باي باي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة